هل تزول فترة الجفاء السياسية بين الولايات المتحدة والصين من نافذة الاقتصاد؟ الإجابة تتضح معالمها في ضوء زيارة وزيرة الكزانة الأمريكية جانيتيلان لبيكين حيث أدلت بتصريح ربما يصلح ما أفسدته السياسة إذ أشارت إلى أن واشنطن وفقت على أن تستمع إلى شاكاوي بيكين بشأن القيود على صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين لقد نقشنا بالتأكيد الإجراءات الأمريكية وكان الاستثمار الخارجي موضوعا تم طرحه كما قلت علنا تدرس الإدارة تنفيذ سياسة تتعلق بالاستثمار الخارجي ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن التوقيت ومن الشكاوي الصينية الرئيسية تجاه واشنطن هي القيود المفروضة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية وغيرها من التقنيات الأمريكية لأسباب تراها واشنطن تخص الأمن القومي حيث تتخوف من استخدام الصين للتكنولوجيا الأمريكية في تطوير الصناعات العسكرية والذكاء الإصطناعي والهواتف الذكية وفي هذا الصدد قال مسؤولون أمريكيون إن منتجات بلادهم أغدت برامج الجيش والمراقبة الصينية التي تتعارض مع مصالح واشنطن لذا تم فرض قيود صارمة على نوع الرقائق التي يمكن إرسالها إلى الصين ويرى مرقبون أن سيارة يلن ربما تكون أذابات الجليد